موسيقى جولة اقتصادية جديدة وتتركز على الشأن المحلية حيث لم يضرأ أي جديد على الريال اليمني إذ ما يزال يترنح أمام العملات الأجنبية ليبقى متجاوزا سخف الستمائة ريال مقابل الدولار الأمريكية وتراوح خلال عملية الشراء والبيع ما بين خمسمائة وثنين وتسعين وستمائة وريالين فيما ظل الريال السعودي مقتربا من حيث المئة وستين ريال خبراء اقتصاديون شددوا على ضرورة التدخل الحكومي الفعال لإنقاذ العملة الوطنية من الهاوية قبل فوات الأوان والتي بدورية تنعكس على الاقتصاد الوطني برموته بلغت نسبة إنجاز مشروع عدة تأهيل فرع البنك المركزي اليمني في محافظة أبيان تسعين في المئة بتكلفة إجمالية 220 مليون ريال بتمويل حكومية وطلع محافظ أبيان أبو بكر حسين سالم على مستوى سير العمل والتشتيبات النهائية لإنجاز المشروع بمختلف أقسام البنك واشهد بالجهود المبذولة في سبيل إنجاز المشروع بموعد محدد وأضاف بأن البنك المركزي هو وجه الدولة وركن هاما من أركان العملية الاقتصادية والمالية يشهد المعدن النفيس في أسواق الذهب اليمنية شفه استقرار في الأسعار عند مستوى مرتفع تراوح سعر الجنيه الذهب ما بين 173 ألف ريال للشراء و 178 ألف وخمسمائة ريال للبيع فيما تراوح سعر الجراء معيار 21 الأكثر تداولا في اليمن ما بين 21 ألف وخمسمائة ريال للشراء و 23 ألف وخمسمائة وخمسين ريال للبيع بينما تراوح سعر العيار 18 ما بين 18 ألف ريال للشراء و 19 ألف ريال للبيع وعز اقتصاديون هذا الاستقرار إلى عزوف الأغلبية من المواطنين اليمنين من شراء الذهب والبحث عن مقاومات العيش الأساسية في ظل الظروف المعيشية الصعبة بلغ إنتاج القضاع السمكي بساحل حضر موت قرابة 43 ألف طن خلال العام الماضي بقيمة 6 مليارات و 830 مليون ريال وأوضحت الهيئة العامة لمصائد السمكية في البحر العربي أن الكمية المصدرة من الأسماك والأحياء البحرية المختلفة بلغت 27 ألف و 744 طن خلال النصف الثاني من العام 2018 وأخيرا اختتم بمدينة سيئوم بمحافظة حضر موت فعالية المعرض الخامس لتسويق منتجات المرأة الذي نظمه اتحاد نساء اليمن فرع الوادي والصحراء بالشراكة مع إدارة تنمية المرأة بالإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية وإدارتي المرأة العاملة وتنمية المرأة وطف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجامعة المستقبل تنمية المرأة بتريم ومؤسسة مبادرون واحتوى المعرض على عدد من الأجنحة التي تم فيها عرض المنتجات المحلية والإبداعية والحرفية والمنزلية والمهنية لأكثر من سبعين امرأة من مديريتي سيئون وتريم والنازحات والعائدات من الاغتراب ترجمة نانسي قنقر